السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنات مرحب بكم معايا اليوم فيديو جديد نحضر معاكم فقاس بكاوكا والججلان كي يجي منظره رائع والمضاق اروع ناجح مليون بالمئة بلا كسور اتمنىكم تجربوه تبعو غير المراحل والمقادر وينجح معاكم ندوزوا المقادر والطريقة كنحتاج في المقادر كاس مخلط بين زبدا والزيت نصف كاس ديالحليب كاس مخلط بين الماء ومزهر صاش شي ديال فاني صاش شي خمارة كاس ونص ديال سكر سقيل بيضة معلقة صغيرة ديال الملح معلقة كبيرة ديالحليب مجفف خمسمائة قرام ديال كاوكاو اه بلا قشرة كنحتاج باش ندهن البيضة ونسكافح في خلاط كهربائي كنوضع الكاس اللي مخلط بين الزبدة والزيت المائدة نسكاس ديال الحليب دائما لقياس بكاس العنباء بيضة كاملة معلقة كبيرة ديالحليب المجفف معلقة صغيرة ديال الملح كاس مخلط بين الماء الماء عادي والمزهر يعني نصف كاس ماء ونصف كاس مزهر صاش شي ديال الفاني ونضيف كاس ونصف ديال السكر سقيل كنطحن الخاليط كامل كنحتاف بالخمار حتى كنضيفه مع الطحين في الاخير كنطحن الخاليط مزيان وكنوضعه في القصرية كنناخد ثلاثة الماء القبار تقريبا ديال الججلان اللي بغايد يزيد كتر يزيد كنضيف خمارة الخمية الكيموية وكنوضع نضيف بشوية بشوية حتى كنحصل على الجينة ارتبة هاد الفقاس عجبت اني الطريقة دارت بها حلوية هي دارت واحدة المكونات مختلفين انا اختلفت الاف المكونات اه استعملت غير المكونات المتوفرة عدي في البيت هي دارت اه كاضافة دار طحينة ودارت سكر الاسمر ودارت اه كاوكاو ايفيلي هناك سفيت بي الجلجلان وكاوكاو كنضيف الطحين بشوية بشوية كي جي ناجي حد الفقاس بلا كصور غير اعتامدوه كفقاس اساسي عدكم تبعوه غير المراحيل والطريقة واي نجح ليكم كنضيف الطحين بشوية بشوية حتى كنحصل الى عجينة ارتبة كنجمعها مزيان وكنقسمها على نصفين بعد كنناخد المدلك وكنحاول نبسطها على شكل مستطيل ما تكونش القيقة اه يباليكم السمك دي العجين اغليد واحد شوية السمك دي العجين هو هذا طفي كنناخد اه بيضة كاملة كنطربها مع ساشية دي القهوة سريعة الدوابان وكنخلط بفرشات كندهن لوجه دياله وكنبدي نستف في الكاوكاو اللي كنكون غاز له من الشفاه ومصهضها واحد شوية في الفران ما كنحملوش غير غير مسخن واحد شوي وكنبدي نستف واحدة 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 حتى كنكمل كاوكاو اللي ادي كامل تقريبا كيهز خمسمائة جرام تقريبا اللي كيهز دي الكاوكاو من بعد مني كنسالي العجين العجين اللولة صافي كمدرولي وما كان ننكرش خاصة ما نزيرش مزين العجينة عادية وكا نبدي ندي فيها ونجيب باش يزال ليف الطول دياله هاديك الحاشية كنجمعها بالاصابع ديالي كنحاول نزيرها با هيرها ما كانت تحلش وكنسد هذوك الجوانب اللي في الجناب باش ما يخرش ليه هذا كاوكاو كنديه وكنجيبه وكنحتافض به على الجناب حتى نكمل العجينة الثانية من بعد ما سريت العجينة الثانية كنناخد هذك الخاليط اللي شطلية ديال ديال قهوة سريعة الدوابان وبيضة كاملة كان دهن بيها البودن من مع لبرة وكان مدن لبس فيه بالجلجلان سمسم ما محمش غير مغسول ومنشف الفران كنلبس البودن كامل بجلجلان اللي بغت دير كاوكاو ايفيلي كما دارت اسيلو ريتاج دارت كاوكاو ايفيلي دوزاتو فيه حتش قالت لك بان اللي دير الحشوة الداخل ديال كاوكاو يدير كاوكاو ايفيلي واللي دير اللوز يدير اللوز ايفيلي انا هنا يقدرت ججلان شوية في العاجينة دوزت البودن في الججلان اللي بغى ما يدير شهد ججلان يدير اللوز ولا يدير كاوكاو يمكن اللي يدير نفس طريقة يدهن ويرش كاوكاو واللوز كندوز البودن تاني انا غير ازالي المضاق ديال ججلان بزاف هادك شيريش دهنت بي البودن ديالي كنستمر كندهنو كامل وكنغلفو تاوي بزجلان بنفس طريقة وكنديرو في طاوة تكون مغلفة بورق الزبدة كندخلو الفران آآ بارد كندير درجة الحرارة مية وخمسين ومية وثلاثين درجة حسب نوعية الفرن مش كيتخلون بزاف ولله كنديرو في طبقة الفقينية وكنشعل علي غير من التحت غير كيشد نخليه العافية مهيلة باش ينشف ليه من الفوق وينشف من التحت من اكبالية بضيط حمى شوية من التحت كنهبطو التحت وكنشعل علي من الفوق غير ينشف نمس بصبعي انه ونشف صافي وكنخرجو من الفران بنخليش يطيب بزاف الى طاب ركي تهرس كنبسط غير بوحد شوية بصبع ديالي هذا كجني كبير على الطاوة ميلة وجنب من بعد ما كنخرجو من الفران كي طيب كيكون على هاتشكل غير ناشف نمسو يبالي ينشف صافي كنخرجو من الفران كناخد من ديال نقي كنغطيه به وكن رولي لي السلوفان ولا قلع ولا بلاستيكا كنحطه فوق منه باش يرجع عليه هادك سخونية ويعرج وكنخليه انا درته مع العاصر تقريبا مع جيت مع الوقت ديال الربعة وقطعتو مع الثمانية اللي بغيتي لبغيتيها تخليه يبات يمكنك تخليه يبات باش ما يتهرش ليك حتى هادا خليته غير تقريبا اربعة سواع برد مزيان خاصو يكون بارد نحل عليه نقاه بارد صافيكو نقطعو ما تهرش ليه نهائيا رغماناني ما خليته شي بيت صافيكو نقطعو وكنخليه حتى كي يبرد على خاطره هنا يمنى برد ليه كناخد هاد المناشير هادا اللي كيتباع عند دروغري وكنبدا نقطع كيكون ماضي ولا شي موس من الاحسن هادا احسن من الموس انهو ما كي هرش ليك نهائيا الفقاس تحطف ضيبيه تشري وتحطف ضيبيه انا هادا شريته بيعشرين درهم فيها ثلاثة الريوس كتشريه كتحطف ضيبيه تخليه غير الفقاس صافي كنستمر كنقطع رغمكة هرش نهائيا خصوصا لما طيبتوش مزيان كندخلو الفران كنشعل عليه من الفوق تيتحمر من واحد الجيه ونقلبول الجيه للاخرى تحمر مزيان ولا نصيف طول الفران ديال الحومي طيبول يكون مزيان عافية تكون مهيدة ما تكونش مجهلة باش هادا كاوكاولي الداخل يتحمر ليه مزيان وما يجينيش يخضر بالنسبة للقطاع ما نرققوش بزاف وما نغلضوش باش ما يتهرش لنا من يكونو من يطيبو يتحمر ما يتهرش لنا كيكون على ديالش شكل بايين في هادا كاو مجعب لانا ينتحنتو في مولينيكس كيبان ليه كاك مخرج كاوكاو كيبان مستف فيش تحميرها ديال القاعة كديرة ومن الفوق را ما محمرش صافي كنستفو في طاوة كندخلو الفران كيما سبقت خبرتكم انو طيب من الفوق حتى يتحمر من بعد كنقلبول الجيه لاخرى باش يتحمر من جوش جويه عافية تكون مهيلة باش يتحمر كاوكاو قصد ديالي مني كيطيب كيكون على هاد الشكل كنتمنى تجربوه ساهل وبسيط ما كيتهرش نهائيا مادا اخدي الكاوكاو كيجي رائع اللي كيبغي كاوكا وراها يعجبو بزاف هول مادا اخدي الججلان اتمنىكم تجربوه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة